موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسن والاسم اليوم الخبير اسم الخبير أيها الإخوة ورد في الكتاب والسنة وفي نصوص كثيرة ففي القرآن الكريم ورد معرفاً الخبير مقترناً بثلاثة أسماء اسم الحكيم في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الحكيم الخبير ومقترناً مع اسم اللطيف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ومقترناً مع اسم العليم في قوله تعالى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إذاً الحكيم الخبير اللطيف الخبير العليم الخبير وقد ورد أيضاً هذا الاسم منوناً يعني غير معرف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا الخبير معرف، خبيراً منوّاً أما في السنة ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لَتُخْبِرِنِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أيها الإخوة الخبير في اللغة على وزن فعيل هذا الوزن يدل على المبالغة إذاً الخبير من صيغ المبالغة فعله خبر يخبر خبراً وَخَبُرْتُ بِالْأَمْرِ أَيْعَلِمْتُهُ هناك من أعلمني به وخبرته أي عرفته على حقيقته بالعمق، بالخلفيات، بالبواعث وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَةِ؟ قالت على الخبير سقطت أي إنك سألت خبيراً بهذا الموضوع فالخبير هو الذي يخبر الشيء بعلمه لكن الخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيادة فالخبير بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبين خصائصه، وجربه، وامتحنه فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بخصائصه اللصيقة ووصفه على حقيقته فالعلم نظري، والخبرة عملية يعني تصنع محرك وفق قواعد علمية دقيقة جداً الاستعمال ترتفع حرارته عند الطريق الصاعدة وهذا الارتفاع قد يسبب له الاحتراق إذا كان هناك نقص في الخبرة لذلك وازن بين مركبة صنعت عام 1912 ومركبة 2008 المركبة الأولى تشغيلها من الخارج والمركبة الأولى علبة سرعة ما فيها والعجلات ليس فيها هواء صلبة والإضاءة بالفانوس وراقب مركبة من أرقى المركبات الآن التي صنعت عام 2008 خبرة الإنسان تتنامى خبرة الإنسان حادثة أما خبرة الله قديمة هل ترى على خلق الإنسان تعديل؟ هناك إنسان موديل 80 مثلاً هل ترى على خلق الإنسان تعديل؟ كمال مطلق الفرق الدقيق بين خلق الإنسان وبين صنع الإنسان صنعة الإنسان تتطور بحسب خبرته المتنامية وبحسب الخطأ والصواب أما خبرة الله عز وجل قديمة قدم وجوده فالله عز وجل خبير يعني آلات كثيرة تصمم وفق أحدث قواعد العلم على التطبيق، على التجريب، على الاستعمال تكشف أخطاء كثيرة، تعدل، وتعدل، وتعدل والإنسان ما دام حياً يرزق صنعته تحتاج إلى تعديل بينما صنعة الواحد الديان كاملة كمالاً مطلقاً صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني ليس في حليب الأم حديد أودع الله في طحال الجنين كمية حديد تكفيه لعامين إلى أن يأكل حينما يولد الطفل ما في قوة في الأرض تعلمه كيف يلتقم سدي أمه ويمص الحليب والعملية معقدة جداً الإنسان أيام يستخدم العلم لكن الخبرة لا يملكوها الموضوع طويل ودقيق جداً الآن مثلاً في المركبات الحديثة يضعوا جدار اسمنتي وتنطلق المركبة من دون سائق باتجاه هذا الجدار بسرعة مية يلاحظون صمود هيكل السيارة أمام هذه الصدمة حتى يصنعوها صناعة متقنة ما عرفوا نظرياً هذا المعدن كم يصمد أمام صدمة بسرعة مية بالتجريب أحياناً يكشفون تركيبة تربة ومعهم بذور لا يعلمون هل تصلح هذه التربة لهذه البذور على التجريب فالإنسان خبرته تتنامى يأخذها من التجارب أما خبرة الواحد الديان قديمة قدم وجوده أيها الإخوة الخبير سبحانه وتعالى هو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو العليم بما كان وما هو كائم وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وليس هذا إلا لله وحده علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وَلَا يَتَحَرَّكُ بُتَحَرِّكُ وَلَا يَسْكُنُ سَاكٍ إِلَّا بِعِلْمِهِ بَلَّا تَسْتَقِيمُ حَيَاتُنَا إِلَّا بِتَطْبِيقِ أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيهِ لماذا؟ لأنك أيها الإنسان أعقد آلة في الكون تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز يعني تصور تمشي في الطريق سمعت بوق مركبة ما الذي يحدث حتى انحرفت نحو اليسار؟ الذي يحدث أن في الدماغ جهاز بالغ التعقيد يحسب تفاضل وصول بوق المركبة إلى الأذنين إلى أيهما دخل أولاً والتفاضل بينهما واحد على ألف وستمئة وعشرين جزء من الثانية الجهاز بالدماغ يكتشف أن البوق جاء من اليمين الدماغ يعطي أمر إلى الإنسان أن ينحاز نحو اليسار دقة ما بعدها دقة قال تعالى يعني الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها وهذا من واقع الحياة عندك جهاز بالغ التعقيد كمبيوتر صناعي ولك جار يبيع الخضروات صالح جداً تحبه جداً هل تدعوه إلى أن يصلح لك هذا الكمبيوتر؟ مستحيل تبحث عن الشركة الصانعة عن خبيرها ولا ينبئك مثل خبير يعني ما من جهة ينبغي أن تتبع تعليماتها لا إلا الصانع، وهو الله عز وجل لذلك الأمر الإلهي علاقته بنتائجه علاقة علمية علاقة الأمر بالنتيجة علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة أنا أضرب مثل دائماً أذكره كثيراً فلاكب مركبة وحامل عشرة طن يعني شاحنة، وصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى خمسة طن من الحمق والغباء أنت تلفت يمنة ويسرة فيه شرطي لك، ليس موضوع شرطي الموضوع هنا ليس موضوع شرطي ومخالفة موضوع الجسر نفسه بعقبك تسقط في النهر العلاقة بين السير فوق هذا الجسر بعشرة طن وسقوط الجسر علاقة علمية يعني لوحة كتب عليها ممنوع الاقتراب خط توتر عالي يترى لو اقتربت في مؤاخذة في مخالفة يترى أسجن، لكن ليس موضوع سجن ولا مخالفة ولا مؤاخذة موضوع الطيار يعملك فحمة خلال دقائق أنت حينما تفهم أمر الله الذي هو من عندي الخبير على أن العلاقة بين الأمر وبين النتائج علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة وأن العلاقة بين النهي وبين النتائج علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة تكون قد عرفت الخبير ولا ينبئك مثل خبير مثلاً ما معنى فرائض؟ بالضبط للتوضيح أنا أقول لكم استنشاق الهواء فرض لبقائك حياً فرض، يعني إذا لم تستنشق الهواء تموت الهواء دقائق، الماء تلتيام وتناول الطعام فرض لبقائك حياً لأيام يعني تتوقف حياتك على استنشاق الهواء وشرب الماء، وتناول الطعام فإذا قلت الصلاة فرض يعني فرض على سلامتك وسعادتك إنك إن اتصلت بالله ألقى الله في قلبك نوراً رأيت به الحق حقاً والباطل باطلاً والدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به هذه الصلاة، ذكر الله أكبر إذا ذكرك قذف في قلبك النور رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً سلمت وسعدت، فالصلاة فرض والصيام فرض، والحج فرض، والزكاة فرض والزنا محرم، يحجبك عن الله تصبح في ظلام، في عمى، تتخبط خبط عشواء والسلقة حرام، والكذب حرام الحرام يحرمك السلامة والسعادة والفرض شرط لسلامتك وسعادتك أنا حينما أفهم الفرائض أنها شروط لازمة لسلامتي وسعادتي وحينما أفهم المحرمات أنها أسباب كافية لشقائي وهلاكي أكون فقيها في الدين يعني أعرابي بسيط، ثقافت محدودة جداً التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عظني ولا تطل كلمة غطاها، لا تطل فتلى عليه قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَقَالَ كُفِيدٌ فعلق النبي الكريم على قوله فقال فقها الرجل ما قال فقها فقها عرف الحكم أما فقها أصبح فقيها وأنت أيها الأخ الكريم وأنا معك حينما نفهم أن كل سلامتنا وسعادتنا بطاعة الله وأن كل شقائنا وهلاكنا بمعصيته نكون فقهاء لهذا كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعصيه يعني فيه مثل لكن حاد جداً لو إنسان ثقافته محدودة جداً راعي التقى به سيدنا ابن عمر قال له بعني هذه الشات واخذ ثمنها قال له ليست لي قال له أقول لصاحبها ماتت ما في حل يعني وخذ ثمنها قال له ليست لي قال له خذ ثمنها قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها بئبل صدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الراعي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه خاف من الله وضع يده على جوهر الدين وإنسان يحمل دكتوراه قال له مئتين مؤلف إذا أكل المال الحرام أو اعتدى على أعراض الناس أو أخذ ما ليس له يعد بنص هذه المقولة الرائعة جاهلاً كفى بالمرء علماً أن يخشى الله وكفى به جهلاً أن يعصيه يعني واحد سائق مركبة لا يقرأ ولا يكتب لكن قبل أن ينطلق بها يكشف عن مستوى الزيت ويزودها بالزيت بشكل مستمر وإنسان عنده مركبة يحمل دكتوراه بالميكانيك لكن نسي الزيت فاحترق المحرك أيهما أعلم هناك شيء عملي فأنت حينما تستقيم على أمر الله تقطف كل ثمار الأمر بالمناسبة هناك حقيقة دقيقة جداً الإنتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به يعني إنسان غير متعلم اشترى مكيف ضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد فاستمتع به إنسان معه دكتوراه بالتكيف ضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد يستوي هذا الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب في انتفاعه بالمكيف مع هذا الدكتور في التكيف الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به ماذا أريد من هذا الكلام؟ أنت حينما تطبق منهج الله بعلم أو بغير علم فهمت الحكمة أو لم تفهمها لمجرد أن تكون صادقاً قطفت ثمار الصدق لمجرد أن تكون عفيفاً قطفت كل ثمار العفة لمجرد أن تكون أميناً قطفت كل ثمار الأمانة الذي عنده دكتوراه بعلم النفس وعنده دكتوراه بالتشريع وعرفان أبعاد الأمانة وأبعاد الحكمة وأبعاد الصدق وأبعاد المعلومات النظرية لا تقدم ولا تؤخر منهج الله لكل البشر كالهواء في إنسان يطالب قبل أن يأخذ الهواء بوسيقة، بشهادة، بحسن سلوك هواء هذا لكل البشر يقنن لا يقنن، يبع لا يبع حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إلى الهواء لذلك الدين يجب أن يكون بسيطاً سهلاً، واضحاً، ينبغي أن نبسطه ينبغي أن نعقلنه، ينبغي أن نطبقه إذاً أيها الإخوة، الخبير هو الله عز وجل وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير من معاني الخبير الذي على وزن فعيل بمعنى مُفْعِل يعني خبير بمعنى مُخْبِر خبير مُخْبِر إذاً الله عز وجل يُخبرنا الله متكلم، والقرآن كلامه من معاني خبير أنه متكلم والقرآن كلامه المعنى الآخر للخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه صغيرة ولا كبيرة وهو العالم بكنه كل شيء مطلع على حقيقة كل شيء مهما دقت أو خفيت عليم بدقائق الأمور لا تخفى عليه خافية يعلم الداء والدواء يعلم الظاهر والباطن يعلم الشكل والمضمون يعلم جلائل الأمور ودقائقها يعلم ما يرى بالعين وما لا يرى تمسك كأس ماء صافي هناك مليارات البكتريات لو وضعته تحت ميكروسكوب ما تمكنت أن تشربه يعلم ما يرى وما لا يرى يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الخبير هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه ولا تطلب نفس ولا تطمئن إلا بعلمه وقيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أيها الإخوة هذا كله شرح دقيقوا وكأنه شرح لإسم العليم تداخل الأمر يترى عليم أم خبير؟ الجواب لا الخبير كله خبير عليم لكن ما كله عليم بخبير الخبير علم وزيادة الخبير يفيد معنى العليم ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير أيها الإخوة أنا أمساكت كأس نقلته من هنا إلى هنا أنتم تشاهدون أنتم من خلال عيونكم رأيتم أنني نقلت هذا الكأس من هنا إلى هنا لكن هناك أعمق من ذلك لماذا نقلته؟ البواعس، الدوافع، المقصد، الخطوات ما الذي خطره في بالي؟ لماذا فعلت هذا؟ هذا يحتاج إلى خبير أنت معلم أمام 43 طالب عددتهم واحداً واحداً وأسماء عندك هذا علم أما الخبرة كل طالب من أبوه أمه بيته منتظم غير منتظم البيت ملتزم غير ملتزم الأب مثقف غير مثقف الأم طلقة غير مطلقة الطفل باختصاصه متفوق في الرياضيات متفوق في اللغة العربية هذه خبرة لذلك إن لله تسعة وتسعين سماً من أحصاها دخل الجنة العد شيء والإحصاء شيء آخر يمكن أن تعد الطلاب عداً ما الإحصاء أن تعرف كل طالب بيته، بيته، والديه، مستوى ثقافته طباعه، طريقة تفكيره، تفوقه فالخبرة أعمق من العلم الله عز وجل عليم وخبير يعني كطرفة واحد جارس في بيته ومعه زوجته وأولاده، طرق الباب جاءت صديقة زوجته والوقت الشتاء غرفة الجروس دافئة غرفة الضيوف باردة فصاح بزوجته ائتي بصديقتك إلى هنا هنا أدفأ لكم يا ترى القصد أن هذه الغرفة أكثر دفئاً فقط؟ أم أنه أراد أن يرى صديقة زوجته ما شكلها، ما قوامها، مثلاً من يعلم هذا؟ الخبير، كلامك رائع هنا أدفأ لكم لكن هي غير محجبة، وأنت مسلم لماذا تدعوها إلى أن تجلس معك في الغرفة؟ مثلاً، طبيب يعالج مريضة له الحق أن يرى موضع الألم فاختلس نظرة إلى مكان آخر لا يحق له هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة؟ إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جالس في بيتك، والغرفة مظلمة وفي أمامك بناء آخر، فيه له شرفة خرجت الجارة بثياب متبزلة لك أن تملأ عينيك من محاسنها ولك أن تغض البصر ولا يعلم أحد في الأرض هذه الطاعة إلا الله خذير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لذلك أيها الإخوة، اسم الخذير لو تعمقنا فيه لعددنا للمليون قبل أن نعصيه والحمد لله رب العالمين